انطلقت الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دوراتها الحادية والثلاثين والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان وأكدت توزيرة التعاون الدولي رانيا مشاط أن اللجنة المشتركة من أهم أليات التنصيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة